اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوي من صحيفة الايام الكويت ترمم مدرسة في ابيان بنتها قبل اربعين عام ومن عدن الغد ناهبوا الاسلحة الثقيلة في مدن جنوبية يبيعونها الى مجهولين اخبار اليوم 24 يمنيا محتجزون في ليبيا منذ ثلاثة اشهر بعد هروبهم من عدن واخيرا من الشرق الاوسط دراسة طبية من يساعدون زوجاتهم في اعمال المنزل يتمتعون بصحة افضل اهلا بكم لم تنسهم الحرب الاحتفال بواحد من اهم انجازات اليمنيين ووفقا لموقع سبتمبر نت فان الجنود في محافظة الضالع اوقدوا شعلة سبتمبر واحتفلوا في جبهة مريس وفي الحفل الذي اقيم بمنطقة الجبارة اكد العميد عبدالله المزاحم قائد اللواء ثلاثة وثمانين على المكانة التي تحتلها ثورة 26 سبتمبر في قلوب اليمنيين باعتبارها ثورة اقتلعت حكما كهنوتيا استبدى باليمنيين وجرعهم اسوأ صنوف التنكيل والتعذيب وشدد على المضي على خطة ثوار 26 سبتمبر و14 اكتوبر والعمل على تحقيق الاهداف التي اعلنها الثوار الذين جادوا بانفسهم في سبيل الخلاص من اعتى النظم الاستبدادية ووفقا للموقع لم يقتصر الاحتفال على افراد الجيش الوطني بل حضرت اعداد كبيرة من اهالي المناطق المجاورة وقطعوا مسافات طويلة للوصول الى موقع الاحتفال قال مصدر محلي ان مدنيا قتل برصاص مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح امام اسرته وفي مديرية مذيخرة بمحافظة اب وذكر المصدر للمصدر اونلاين ان الحوثيين اطلق وابلا من الرصاص على عبد احمد خالد بعد اقتحام منزله في قرية المرايد مما ارداه قتيلا على الفور امام زوجته واطفاله وضف ان عددا من قريبات القتيل حاولنا الدفاع عنه لكنهن تعرضنا للاعتداء والضرب باعقاب البنادق من قبل المسلحين الحوثيين وبحسب المصدر فان الحادث اندلع اثر خلاف حول ملكية ارض بين القتيل واحد الاشخاص النافذين في القرية ما دفع الاخير الى الاستعانة بالحوثيين اللبناني كرم الحلو يكتب في صحيفة الحياة اللندنية عن الفرد في انظمتنا التسلطية ويقول في جزء من المقال الدور الذي طرحته ولا تزال تطرحه انظمتنا التسلطية على الفرد العربي يتناقض في الاساس والجوهر مع كينونيته وحريته وحتى مع الحد الادنى من اعتباره الانساني ما عليه وفقا لهذا الدور الا ان يفدي الزعماء والقادة بالروح والدم فيما هم يقودون الامة من هزيمة الى هزيمة وان يثني على ذكائهم وحكمتهم فيما هم اغبياء يفتقرون الى ادنى درجات الحكمة والذكاء ان يشكرهم على افضلهم فيما هم يدفعونه الى قاع لا قرار له من البؤس والمهانة والخواء ويقفلون في وجهه نوافذ الحلم والامل والمستقبل اذا قرروا الحرب عليه ان ينخرط في اهوالها طائعا صغرا واذا اخفقوا عليه ان يرى في ذلك مقدارا لا مفر منه او مؤامرة حاكتها الامبرالية او الصيونية التي هي مصدر الشر والبلاء ثم عليه بعد ذلك ان يرتق الوعي الشقي الموزق بعملية استشهادية تتشكل من خلالها صورة للبطل تطغى على لوحة الهزيمة ممويهة معالم الانكسار مبددة وطأة الوهن المتيم والخيبة القاتلة امام عدا كل هذه المهمات فعلى الفرج العربي ان يقبع مستسلما خائبا لا حول له ولا قوة ما تطرحه انظمتنا التسلطية اذا لا يختلف عما طرحته الانظمة التتاء اليتارية الغربية من مصادرة للفرد وحريته وكينونيته الانسانية لحساب الدولة او العقيدة او الايدولوجيا الا ان الغرب استيقظ ليعيد الاعتبار الى الفرد الذي امعن بايدولوجيته المتطرفة في الغائه واستئصاله انما بعد ان ازهق ارواح عشرات ملايين البشر ورتب اهوالا لا حد لها على اممه وشعوبه التي لا تزال تدفع ثمنها الى الان في تقرير خاص ورد في موقع عدن الغد قال الموقع ان جهات مجهولة تقوم بشراء السلاح ثقيل في مدن جنوبية قالت مصادر محلية بعدد من المحافظات الجنوبية بينها شبوى وابيا ولحج والضالع ان شخصيات مجهولة باتت تجول المحافظات مؤخرا وتقوم بشراء الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بمبالغ باهظة وقالت مصادر محلية تطابقت رواياتها في هذه المحافظات لصحيفة عدن الغد ان عددا من تجار الاسلحة باتوا يجولون هذه المحافظات لشراء الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من جهات في المقاومة واخرى شبه نظامية ونقلها الى جهة غير معلومة وقال مصدر قبلي بمحافظة شبوى واخر بمديرية موديا بمحافظة ابيان ان هذه الجهات اشترت خلال الاسابيع الماضية عدد كبير من المدافع والاسلحة المضادة للطيران وفي مديرية المسيمير بمحافظة لحج قال مصدر قبلي ان نفس الجهات اشترت اسلحة متوسطة ونقلتها الى خارج المنطقة حملت الصفحة الاولى من صفحة اخبار اليوم العديد من العنوين ابرزها ازمة مرتبات تعز تتسبب بخلافة في حكومة بن دغر والبنك يعلن انتهاءها وعنوان 24 يمنيا محتجزون في ليبيا منذ ثلاثة اشهر بعد خروبهم من عدن وعنوان من تعز الجيش بتاعز يكسر هجمات الحوثيين في الشقب والصلو وموزع والسفير بن مبارك الصراع في اليمن ليس طائفيا وفتح مطار صنعاء بادرة طيبة والسلام قريب المتغير الاساسي الذي عرفته اليمن في السنوات الاخيرة كان ثورة 11 من فبراير 2011 ضمن موجات الثورات العربية هذا مقتطف من مقال كتبه مع الدماج ونشرة العرب الجديد وقال في اجزاء منه لان كانت ثورة سبتمبر قد بدأت بحركة الجيش واكتسبتها سنوات الصراع مع الامامة ومشروعها الاجتماعي طابع الثورة ولان كانت ثورة اكتوبر قد بدأت بجماعة ثورية اعلنت حرب تحرير شعبه ضد الاستعمار البريطاني وحلفائه من صلاطينة ومشائخ متحولة خلال سنوات الكفاح والحرب الى اول مشروع اشتراكي في الوطن العربي فان ثورة فبراير كانت منذ يومها الاول حركة ثورية شعبية جماهيرية كان عماده الطلاب وسكان المدن والعمال والموظفين بينما غلب على ثورتي سبتمبر واكتوبر الطابع الريفي والقبلي ولعل احدى نقاط ضعف ثورة فبراير هذا الطابع المدني في مجتمع اغلبيته ريفية وقبلية واحدى نقاط قوتها في الوقت نفسه انتشرت الثورة في ثمانية عشر ساحة في اربع جهات اليمن وستطاعت تعبية ملايين اليمنيين لمدة اسابيع واشهر ووضعت المشكلات السياسية التاريخية اليمنية على جدول اعمال اليمنيين جاعلة منها قضية الناس لا مقتصرة على بعض نخب معزولة ومنفصلة عن عموم المواطنين مشكلة تركيز السلطة في المنطقة القبلية الشمالية كلة العلاقة بين المناطق في الجنوب وفي عموم اليمن طبيعة العلاقة بالمحيط في الجزيرة والوطن العربي المشاركة في السلطة والثروة وانجاز دولة جديدة بمصالح وخيارات اقتصادية واجتماعية مختلفة في مصلحة الغالبية الشعبية وعلاقات من نوع مختلف بين الدولة والمواطن وانجاز المواطنة المتساوية والموحدة لعموم المواطنين وعلى الرغم من ثلاث سنوات من الحرب ومن الردة الرجعية الحوثية الصالحية والصراعات الاقليمية والدولية التي وجدت اليمن نفسها داخلها فان لا شيء قادر على الغاء الافق الذي رسمته ثورة فبراير او تجاوزته كانوا معتقلين في السابق وتم الافراج عنهم بعد تعهدهم بحسن السيرة والسلوك لكن بعد خروجهم من السجن قاموا بما لا يمكن توقعه فوفقا لصحيفة الايام تم القبض على عناصر مطلوبة في احد مناطق مديرية تبلحج وبحوزاتهم اسلحة ومتفجرات وقاذفات ار بي جي وقال مصدر الامني في المحافظة ان عملية رصد ومتابعة استمرت فترة طويلة تمكنت خلالها الاجهزة الامنية من ضبط ثلاثة عناصر متهمين بتنفيذ اعمال ارهابية منذ عام 2010 ولهم ارتباطات بمجاميع ارهابية اخرى تضيف الصحيفة انه تم العثور على عدد من الاسلحة والمتفجرات والقاذفات في منازلهم واشار المصدر الى ان حملة امنية بقيادة العميد صالح السيد مدير الشرطة محافظة لحج تمكنت من ضبط الخلية الارهابية التي كانت تجهز لتنفيذ اعمال ارهابية وتم نقلهم الى السجن لاستكمال الاجراءة القانونية وفي موضوع اخر ورد في صحيفة الايام الكويت تعيد تأهيل اقدم ثانوية بنتها بابين قبل 42 عام قدت الصحيفة ان ثانوية راجح تعتبر اقدم ثانوية بمديرية المنطقة الوسطى التي شيدتها دولة الكويت عام 1975 وكانت الثانوية الوحيدة التي يدرس فيها طلاب الثانوية العامة من ثلاث مديريات هي لو در والوضيع ومكيراس تتابع الصحيفة بعد 42 عاما لم تنس دولة الكويت اعادة تأهيلها وترميمها واصبحت بشكل جميل وللقراءة اهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود ابقوا معنا اهلا بكم من جديد لم تتوقف احتفالات اليمنيين بعيدهم السبتمبري عند الاعلام المحلي فقط فقد ركزت الصحف العربية على الاحتفاء الكبير الذي شهدته المناطق المحررة وقالت صحيفة الاتحاد احتفل اليمنيون في المناطق المحررة وفي جبهات القتال المحتدمة بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لثورة الجمهورية في 26 سبتمبر عام 1962 والتي اطاحت بحكم الائمة في شمال البلاد الذي دام نحو الف عام وشهدت احتفالات هذا العام التي بدأت ليلة الاثنين باقاد شعلات 26 سبتمبر في معظم المدن اليمنية وقمم الجبال وجبهات القتال زخما شعبيا وثوريا بعد خمسة ايام على اقامة الحوثيين احتفالا ضخما في صنعاء احتفاءا بالذكرى الثالثة لاحتلالهم عاصمة البلاد مدينة تعز بحسب صحيفة الاتحاد شهدت مهرجانا شعبيا وكرنفاليا تخلى له عرض عسكري رمزي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وعدد من الوزراء كما نظمت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة عرضا عسكريا كبيرا بهذه المناسبة في مدينة ميدي مؤكدة تمسكها بمبادئ واهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وتعهدت بتجسيدها على أرض الواقع ردود فعل متباين عن الأوساط التربوية اليملية إزاء مبادرة قدمتها النقابة الوطنية للتعليم العام في مناطق سيطرة الحوثيين لحل أزمة رواتب المدرسين والتي تؤكد على ضرورة مراجعة وتعديل قرار مجلس وزراء حكومة الحوثيين الصادر منتصف إبريل الماضي بشأن رواتب موظفي الدولة بهدف حل مشكلة انقطاع رواتب الموظفين وتقترح المبادرة إجاد حلول استثنائية للمدرسين تقضي بتقسيم الراتب إلى ثلاثة أقسام خمسين بالمئة منه كقسائم شرائية توزع على الموظفين يحصلون من خلالها على سلع ضرورية وثلاثين بالمئة كمبلغ نقدي وعشرين بالمئة كتوفير بريدي وبحسب المبادرة فإن التسليم يبدأ منذ شهر يوليو الماضي وبصورة مستمرة حتى استقرار الوضع السياسي أو الانفراج المالي على أن يبدأ التنفيذ في شهر سبتمبر الجاري ودعت النقابة في مبادرتها إلى مراجعة آلية البطاقة التموينية والاستفادة من السلع عبر تخليصها من الزيادة التي طرأت على أسعارها وإلزام التجار المزودين لخدمة البطاقة التموينية بإعادة فوارق المبالغ المحولة إلى حساباتهم يطبع ذلك يداعها في حسابات المدرسين والتربويين من خلال لجنة مشتركة من النقابات والرقابة ووزارة الصناعة والإشراف على استقرار الأسعار وضبطها وفقا للسوق والعقد الموقع بين التاجر وجهة العمل اجتثاث نظام الإمامة لا يكفي اجتث الفكرة تحت هذا العنوان كتب علي الفقيه مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا في أجزاء منه الذكرى الخامسة والخمسون لثورة سبتمبر يمكنها أن تشكل محطة جديدة لتتعاطى بطريقة مختلفة مع مضامين ثورة سبتمبر وسبل استعادة القيم الحقيقية لهذه الثورة العظيمة حتى لا يستطيع في العام المقبل دجال مثل عبد الملك الحوثي وحسن زيد تفل بالولاية وبنكبة الحادي والعشرين من سبتمبر وفي نفس الوقت يتظاهر بالاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر فبعد انتهاء المواجهات العسكرية التي انتهت بتثبيت نظام الجمهوري وتظاهر الإماميين بالتوبة عن فكرتهم والانصهار في بوتقة الجمهورية انصرف الجمهوريون الذين لم يتشبعوا بفكرة الجمهورية وتعلق الانتهازيون وانصاف الثوار على ثورة سبتمبر ليتقاسموا المناصب والغنائم ويغرقوا في الفساد بعد ان رحل انقى الثوار وهم يناضلون من عجل تحرير الشعب بقيت قبائل شمال الشمال اقطاعيات خاصة بزعماء القبائل دون تنمية دون تعليم اما صعدة فقد ظلت اجزاء واسعة منها اقطاعية خاصة بالاسرة الامامية ومع استمرارهم في تجهيل الناس ونشر الدجل والخرافات فقد ظل اللوبي الامامي يربط كل الاخطاء والقصور الذي ياخذه الناس على ممارسات المسؤولين في العهد الجمهوري بالجمهورية كفكرة ونظام ليغروا صدور الاجيال التالية ضد فكرة الجمهورية ويوهيئون انفسهم لاستعادة الحكم مرة اخرى بعد افراغ النظام الجمهوري من محتوى انعشت ثورة الملالي في ايران حلمة لدى امامي اليمن بامكانية استعادة الحكم ولو بثوب الجمهورية وكانوا حينها قد اخترقوا كل مفاصل الدولة واخذوا وضعية الكمون الى اللحظة المناسبة اخيرا السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارات عنوان لصحيفة القدس العربي حيث ذكرت وسائل اعلام رسمية ان العاهلة السعودية الملك سلمان امر بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لينهي وضع المملكة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحضر ذلك وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان امرا ساميا صدر بتشكيل لجنة على مستوى عال من الوزارات ستقوم برفع توصياتها خلال ثلاثين يوما ثم تطبيق القرار بحلول يونيو 2018 وافد الامر الملكي ان احكام نظام المرور بما فيها اصدار رخص القيادة ستطبق على الذكور والاناث على حد سوا واستند القرار الى رأي غالبية اعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من ان الحكم الشرعية في ذلك هو من حيث الاصل الاباحة السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز قال ان قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وانما هو جزء من الاصلاح الاقتصادي في البلاد وحول ردود الفعل قال بيان للبيت الابيض ان الرئيس دونالد ترامب يثني على قرار المملكة العربية السعودية بتأكيد حق المرأة بالقيادة في المملكة معتبرا اياه خطوة ايجابية خلصت دراسة طبية حديثة الى ان القيام بالاعمال المنزلية مثل تنظيف الارض بالمكنسة الكهربائية او بالفرشاة يوفر تمارين للجسم كافية لحماية القلب واطالة عمر الانسان وافاد العلماء في تقرير اعادت صحيفة الشرق الاوسط نشرة ان القيام بالاعمال المنزلية لمدة نصف ساعة يوميا او مئة وخمسين دقيقة في الاسبوع يقلل خطر الموت من اي سبب بنسبة ثمانية وعشرين بالمئة كما يقلل نسبة الاصابة بامراض القلب بمعدل الخبس واضاف الباحثون ان الذين نشروا نتائج هذه الدراسة في دورية لانسط الطبية انه ليس من الضروري الركض او السباحة او اجراء تمارين رياضية في النادي الرياضي للتمتع بصحة جيدة وشارك في الدراسة الدولية مئة وثلاثين الف شخص من سبعة عشر دولة منهم ثلاثة بالمئة مارسوا تمارين رياضية مكثفة في النوادي الرياضية بينما اربعين بالمئة من المشاركين كانوا دائم الحركة وشغلوا وظائف تتطلب قوة جسمانية او عكفوا على القيام بالاعمال المنزلية وكشفت الدراسة انه حال واضب الجميع على القيام بنشاط جسماني لمدة مائة وخمسين دقيقة على الاقل اسبوعيا فان ذلك سيحد نسبة الوفيات العالمية بنسبة ثمانية في المئة ترك عروسه اثناء الزفاف لينقذ طفلا من الغرق وفي التفاصيل قال موقع شبكة البي بي سي ان جلسة تصوير لحفل زفاف في كندا اتخذت منحا غير متوقع حيث قفز العريس فجأة في نهر لانقاذ طفل من الغرق كليتون وبيتاني كوك كانا ماثلين امام عدسة الكاميرا لالتقاط صور لهما فوق جسر بمنطقة كامبرتش في انتاريو عندما لمح طفلا يغرق ويصارع الموت العريس لم يتردد لحظة واحدة لتفكير في حلة العرس وقفز من الجسر في النهر وسبح باتجاه الطفل ليخرجه سالما الى الضفة حيث تمكن مصور الزفاف من تصوير عملية الانقاذ كليتون قال للبي بي سي ظل هؤلاء الاطفال يتبعوننا لعدة دقائق كنت اراقبهم من بعيد لانهم كانوا يقفون بالقرب من الماء واضاف عندما بدأ المصور التقاط صور لبريتاني بمفردها لاحظت ان اثنين منهما فقط كان في مكانهما وعندها قفزت في النهر الانتشار الثالث من الماء اما العروس فقالت اعتقدت في بادئ الامر انه قفز الى الماء على سبيل المزاح واتمنى ان يقوم اي شخص اخر بما قام به في مثل هذه الحالة مجموعة من الصور المتفرقة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة